ترجمة نانسي قنقر التجمعات بحداتها بغض النظر عن هدفها أو أين تكون هي سبب وتكون مسببة لانتقال وزيادة عدد المصابين والانتقال وعدد المخالطين للمصابين فنحن نتمنى خصوصا في فترة الأسبوعين المقبلين بسبب هذه الزيادة في الأعداد الالتزام والامتناع تام عن التجمعات معادة الأسرية مثل ما خبرناكم سابقا نحث الجميع على الالتزام بمسؤوليتهم الفردية مسؤوليتهم المجتمعية والشراكة المجتمعية في الحث والمراقبة يعني كون نساعد بعضنا في تطبيق هذه الإجراءات جميعها حتى نتمكن من تقليل عدد الحالات خصوصا بعد ما وصلنا إلى هذا المعدل من الحالات الإصابة وحتى المخالطة العالية هذه الزيادة في الأعداد تؤثر وتبطئ بدرجة تنفيذ الخطط حيث نصل حتى نصل إلى النتائج المرجوة فنحن نحث الجميع على التعاون في هذا الالتزام بهذه الإجراءات حتى نرجع إلى الأعداد السابقة وإن شاء الله تكون النتائج المقبلة أفضل وأفضل